سيكون الزواج الأغلى في العالم هذا العام والحصة الأكبر من تلك الأموال تذهب إلى الإجراءات الأمنية غير المسبوقة وفيما يتوجه الأمير هاري وعروسه ميغان إلى كنيسة القديس جورج سيواكب قرابة مائة ألف شخص الحدث في مدينة وينزر تخيلوا إذن المهمة الصعبة التي تنتظر الجهازين الأمني والعسكري البريطاني هذا تحدي كبير بسبب الطبيعة الاحتفالية للحدث مقابل لإجراءات الأمنية من المستحيل تفتيش عشرات الآلاف من الناس فأي شخص قد يكون إرهابيا محتملا أو مهووسا بالعائلة الملكية السلطات البريطانية ستعمد إلى نشر القناسة والمخبرين وعناصر الشرطة السرية وطائرات درونز وتقليات أكثر تطورا قصر وينزر من أعت القلاع في العالم لكنه خرق أمنيا عام 2003 عندما اقتحم أرون بارشاك مرتديا زي أسامة بن لادن حفلة ميلاد الأمير ويليام وقبله لا يحتاج المرء ساعات أو أشرة لعداد قنبلة متطورة أو أسلحة أخرى يكفي سكين مطبخ أو سلاح أو سيارة هذه التحديات الجديدة التي تتعامل معها الشرطة بريطانيا تعيش أعلى درجات الحيطة بعد أن شهدت خمسة اعتداءات إرهابية العام الماضي على أجهزة الأمن الحرص أن يمر العرص الملكي بسلام لهذا بلغت فاتورة الإجراءات الأمنية قرابة 30 مليون جنيه سرليني من جيوب دافعي الضرائب من لندن ريمة مكتب العربية